للحصول على احدى مقاومات الحياة الاساسية لا بد من الوقوف في هذا الطابور عمليا قد يمتد الانتظار هنا لساعة طويلة وقد يصل احيانا لايام قليلون هم من يقف الحظ الى جانبهم ويحصلون على مبتغاهم لكن الحظ لا يدوم طويلا فهناك متطلبات حياتية اخرى اصبحت خارج نطاق قدراتهم المادية بسبب الارتفاع الكبير في اسعارها غلاء الاسعار هو احد تبعات الحرب والحصار المفروض على اليمن منذ تلاقع صفة الحزم في مارس من العام 2015 ومع اعلان التحالف العربي الاخير باعادة اغلاق المنافذ زادت الاسعار ضعف ما كانت عليه ومعها تضاعفت معاناة السكان الواقعين بين كماشتي الحصار الخارجي وجشع التجار في الداخل اليمني تخوفات ومناشدات كثيرة اطلقتها المنظمات الدولية بشأن اغلاق المنافذ الجوية والبرية والبحرية خصوصا وان اكثر من نصف السكان في اليمن يعيشون على المساعدات والاغاثات التي تقدمها تلك المنظمات